بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تحية طيبة أحبتي استكمال الموضوعنا فيما يخص الإلكترونيات سأتحدث أيضا عن تطبيق آخر لترانزيستر عندما يعمل مع LED حيث يعمل كمفتاح ترانزيستر عمله كمفتاح في Light Emitting Diode في LED الله هذا أنه يخرج منه الضوء ضمن نصق معي عندي هنا VN بهذا الشكل وعندي هنا على العبرى وعندي هنا الدايود كيف سيعمل الدايود طبعا في هذا في هذا الترانزيستر نلاحظ نحن هنا نلاحظ نحن هنا بأن VN عندي هي شكل موجة مربعة على شكل موجة مربعة موجة مربعة هنا عندنا طبعا 1 second عندنا على ال all إذن off عندنا 0 second إذن عندنا off هنا أيضا 0 second طبعا كما هو واضح أنه 0 0 volt 0 volt إذن يكون في منطقة الكت أوف يعني هنا عندنا يكون في 0 volt فإنه VCC تساوي VCE هنا عندما يصبح في حالة ال on إنه بحاجة إلى مقدار معين من الفولتية حتى يعمل اللي بالشكل الذي يرى طيب عندما تذهب عندما تذهب الموجة المربعة عبر الترانزيستر فإنه يشبع يشبع ويصبح في حالة انحياز أمامي فيصبح عندي الطيار الجامع هنا الطيار الجامع يمشي من هنا يسبب يسبب الضوء الذي يصدر من الدايو إذن تصبح منطقة ال on تدخلونه هنا يسبب وصول طيار الجامع حالة حالة الإشباع iCollector فيمر عبر الدايو فيسبب إصدارا من خلال الدايو أو اللد الدايو الضوي اللد إذن اللد هنا 1 second on 1 second off بهذه الصورة يخرج ضوء معين وهذه دارة عملية عندنا هذا السؤال يحتاج اللد هنا إلى 30 ميلي آمب حتى يعمل يحتاج إلى طيار الجامع يمر عبره مقدار 30 ميلي آمب طبعا 30 ميلي آمب وطيار الجامع لابد أن يكون إذن 30 ميلي آمب بناء على القيم التالية طبعا القيم التالية لتحدد قيمة الموجة المربعة الداخلة الموجة المربعة الداخلة الموجة الموجة المربعة الموجة المربعة التي تلزم حتى يصل الترانزستور إلى حالة الإشباع طبعا وهنا يعطيني هذا التوجيه وهو توجيه هم جدا ضاعف أقل قيم للتيار القاعدة كهامش أمان حتى لا يدمر الدايود دعونا نرى الآن كيف سوف نحو لهم إذن هذا القيم الموجة قال لي أن الجهد عبر الدايود هو 1.6 Rc هنا هي عبارة عن 220 Ohm Vce Saturation Vce هنا من هنا Vce طبعا من هنا إلى هنا Vce طبعا هي 3 بلعشرة Vcc هي عبارة يعني هنا هي عبارة عن 9 V البيتر خاصة بالترانزستور DC هي عبارة عن 50 إذن المطلوب مني إيجاد قيمة Vn إذن أحاول أن أحل بجكل مباشر إذن IC Saturation IC وعبارة عن Vcc ناقص VLED ناقص VCE على RC إذن باستخدام قانون كارشوف VCE C ناقص VLED خاصة بالLED ناقص الوصلة VCE مقسومة على RC إذن نحل أيضا عليها إذن VCC معطل أنه 9 V ناقص الديار عبر الديار الضوئي 1.6 V ناقص الوصلة عفوا جهد الديار الإشباع 32.3 ملي أمب قيمة الديار 32.3 ملي أمب إذن أنا الآن طبعا أنا مطلب من أن أجد VN لابد أن أجد أقل أقل تيار للقاعدة أقل تيار للبيس الذي يسمح بإنتاج هذا الطيار إذن الإشباع مقصومة على البيتا الموجودة في السؤال هو أعطان أن البيتا هي 50 إذن أقول 32.3 ملي أمب مقصومة على 50 البيتا يساوي 64 ميكرو أمب إذن 64 ميكرو أمب ميكرو أمب ينال على السؤال لو نتأكد من القيم هنا ونصح القيمة ميكرو أمب إذن لا بد من الطيار أن يكون أقل طيار في منطقة القاعدة هو سنية ومستعر ميكرو أمب نضرب باثنين ضاعف لأنه قاعد أنه نضاعفها كهامش أمان أضربها باثنين حتى يسمع عندي هامش أمان في هذه الحالة ويسمع عندي هنا 1.9 ميكرو إذن لو ضربتها في اثنين فيها 1.29 ميكرو سبع عندي قيمة ضربها في اثنين كهامش أمان حتى لا يثلف اليد أو الدايب هنا إذن 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 الـ I B هو عبارة عن الجهد مقسوما على الـ R B طبعا أن الجهد عندي V N ناقص V B E الـ V B E دائما فرض سبع بالعشرة V N أنا لا أعرفها هي المطلوبة إذن V N ناقص 7 بالعشرة قصوما على R B التي قاير بأنها 3.3 كيلو أوم لابد لها أن تساوي إذن 3.6 كيلو أوم ونساوي الضعفين الضعفين حسبناهم 1.29 ونضرب R B إذا أضرب تبادلي طبعا هنا أضرب تبادلي V N تساوي تساوي طبعا هنا 1.29 ميلي أم أضرب في 3.3 كيلو أوم تصبح بهذا الشكل إذن V N ناقص 7 بالعشرة تصبح 1.29 ضرب 3.3 كيلو أوم أحفا 1 عندي هنا إذن يصبح عندي طبعا الناقص 7 V أخرج أيضا تصبح زائد 7 V بهذا الشكل إذن يصبح عندي الجواب 4.96 بالمئة V إذن الجواب عندي 4.96 V وقيمة الجهد الداخل حتى يعمل اليد وفقا للشروع وفقا للبراميتر أو المحددات التي تم إعطائها لخلال هذا السؤال إذن كان هذا السؤال سؤالا عمليا بالمناسبة عن آلية عمل يعني سؤال عمليا صديق تصميع دار وفق هذه الشروط وقلنا وقلنا البيتا لو كانت عندك البيتا 9 فولت بطرية موجودة البيتا 3.10 فولت أيضا موجودة يعني هي دهر عملية إذن هنا نحن تعلمنا في هذا الفيديو وفي الفيديو الذي يريه بأن يمكن استخدام ترانزيستور كمفتاح حالتين عندي الcut off وعندي حالة الاشباع طبعا تعلمنا أيضا بأن الcollector أو الجامع يصل إلى حالة القسوة تعلمنا أيضا أنه عندما يكون الcollector عندما يكون الbase أو القاعد يساوي صفر فإن VCC يساوي VCE تعلمنا أيضا أن VCE تساوي طبعا VCC عندما يكون الطيار عدى وجود طيار في IP أي يعني أنه لا وجود لحالة انحياز الأمامي طبعا تعلمنا أيضا عن VCE المنمم هنا تعلمنا في هذا المثال والذي سبقه أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم لا تبخ علي بعمل الشهر واللايك والاشتراك في القناة شكرا لكم أحبتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة